حول الموضوع دم لنا من القاهرة الدكتور عمار علي حسن خبير في شؤون الجماعات المتشددة نرحب به معنا مباشرة الآن دكتور عمار تبعت معنا الخبر يتحدث عن خطف بوكو حرام واعتماد هذا الأسلوب لخطف الفتيات تحديدا في نيجيريا قبل سنوات عشنا مع ما صار في شبوك وخطف التلميذات هناك بحسب توثيقات ومتابعتكم هل من أعداد دقيقة لعدد الفتيات مختطفات من قبل بوكو حرام خلال سنوات قليلة الماضية؟ أنا أعتقد أن هناك أعداد تتحدث بالكلية عن استهداف بوكو حرام للمدارس في نيجيريا بشكل عام لسيما أن اسم الحركة هو ترجمت الدقيقة من لغة الهاوسة هي رفض التعليم الغربي ونتيجة أن بوكو حرام تتهم الحكومة النيجيرية بأنها تلقن الطلاب تعليما حديثا كسائر الدول الأفريقية أو سائر أنظمة التعليم في العالم وهي كجماعة متطرفة إرهابية إرجائية ماضوية ترفض هذا النمط من التعليم وتحاربه بالأساس استهدفت منذ 2009 وحتى الآن أكثر من ألف مدرسة 1400 مدرسة على وجه التحديد واستطاعت أن تقتل أكثر من 3000 معلم فما بالنا بالطلاب وتسببت في تشريد 2.6 مليون إنسان في المنطقة التي تسيطر عليها في ولاية بورنو ومن سمع استهداف الفتيات ليس جديدا لدى هذا التنظيم الإرهاب موضوع أسلوب استعانة بوكو حرام بالفتيات المختطفات لا تختطفهن في تنفيذ هجمات إرهابية يعني هذا الأسلوب تختطفهن تستغلهن ثم تستعين بهن في الهجمات الإرهابية كيف تفسرون لنا هذا الأسلوب لا تختلف في ذلك عن داعش التي قامت بوكو حرام بمبايعتها بالفعل وأصبحت تطلق على نفسها أنها الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وقام داعش بتعين خليفة أو نائب للخليفة في تلك المنطقة طريق التعامل داعش مع النساء بشكل عام تتراوح ما بين الاستغلال الجنسي وما بين التوظيف في العمليات الأمنية وأيضا تكليفهن ببعض المهام القتالية لسيما في المناطق التي ينحسر فيها المقاتلون الرجال في نيجيريا لا يختلف الأمر عن داعش في مناطق أخرى لكن أنا ما قصدته هو استغلال النساء بصف الأول ثم الأطفال لماذا هذا الأسلوب في استغلال الهدي الشريحة بالذات نساء والأطفال هل لسهولة غسل أدمغتهم هل لسهولة استغلالهم لماذا تختار نساء والأطفال خاصة لسبب بسيط أن بوكو حرام ليس تنظيما اجتماعيا بحيث نجد عددا كبيرا من النساء في صفوفه كالتنظمات الاجتماعية السياسية التي توظف الدين في كثير من البلدان إنما يغلب عليه الرجال لأنه تنظيم إرهابي يحمل السلاح أو تنظيم مسلح ومن ثم هو فيه توقن دائم إلى العنصر الآخر الذي يفتقده من النساء ومن الأطفال يستغل النساء استغلالا جنسيا وأيضا الأطفال يربيهن على أفكاره ويكلفهم أحيانا بالقيام ببعض المهام مثل نقل المعلومات أو نقل المؤن والسلاح وفي بعض الأوقات يتم دفعهن إلى عمليات انتحارية لأن الأطفال على وجه التحديد يسأل غسل أدمغتهم من قبل هذا التنظيم نعم طيب الجهود نعلم بأن الإحصائيات وحتى قبل قليل ذكرنا أن مركز مكافحة الإرهاب بذقة تحدث عن استغلال بوكوحرة من الفتيات استغلالها لخطف هؤلاء الفتيات اللاقي ربما منعا من الذهاب إلى المدرسة خوفا من اختطافهن يعني برأيك كيف يجب أن تكثف الجهود في الوقوف في وجه هذه الجماعة خاصة بالنظر إلى تاريخها في نيجيريا وسطوها وقدرتها على ربما استغلال مختلف الأشخاص ومختلف الميادين في نيجيريا هو بوكوحرام يسيطر على جزء أو ينشط في جزء من شمال شرق نيجيريا والمسؤولية تقع بالضرورة على عاتق الحكومة النيجيرية وتحديدا الجيش النيجيري وأيضا الجيوش الدول الأخرى المجاورة لنيجيريا والتي يطالها أزى بوكوحرام مثل الكاميرون والنيجير والشاد التي تجاور المنطقة التي تسيطر عليها بوكوحرام داخل نيجيريا هذه الجيوش قامت بجهود مشتركة بالفعل وشنت حربا على ذلك التنظيم في هذه المنطقة لكنها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من استقصال شعفته أو تقليل خطره إلى الحد الأدنى وأتصور أن الأمر يحتاج أيضا إلى تعاون دولي أكبر من ترك الأمر بالكلية إلى الجيوش المحلية لأن الإرهاب بوكوحرام هو لا يستهدف فقط نيجيريا إنما هو يستهدف كل دول غرب أفريقيا ويتمنى أو يريد أن يتمدد إلى دول أخرى وربما يمتد أزاه إلى مصالح دول غربية هي تبدو متقاعسة حتى هذه اللحظة في مد يدها إلى الحكومة النيجيرية في مواجهة هذا التنظيم الخطير أشكرك جزيلا على هذه المدخلة الدكتور عمار علي حسن خبير في شؤول جماعة المتشددة كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة